تتعدد الوسائل والأساليب الإيرانية الرامية لإحكام السيطرة على العراق فمن إعداد الأحزاب التي تعمل على وفق أجندة طهران إلى تدريب والتسليح الميليشيات دون إغفال الجانب الديني شماعة إيران الرئيس للتغلغل في العراق المرجع المقيم في مدينة قم الإيرانية كاظم الحائري أصدر فتوان جديدة تتعلق بتحريم بقاء القوات الأمريكية في العراق داعيا إلى المقاومة ومواجهة تلك القوات ردا على الهجمات التي استهدفت معسكرات ميليشيات الحجد الفتوى تأتي ضمن سلسلة الفتاوى التي تسخر في الجانب السياسي جلها تنسجم مع الموقف الإيراني وتتسق مع رؤيته وتوجهته في العراق والمنطقة عموما الفتوى من شانها أن تزيد من حرج الحكومة في بغداد كما يرى مراقبون وذلك بعد اتساع نطاق الخلافات داخل ميليشيات الحجد بين رئيس هيئة ميليشيات الحجد فالح الفياض ونائبه أبو مهد المهندس حول كيفية إدارة الأزمة بينما أكدت مصادر مطلعة أن طهران استدعت على عجل كل من الفياض وأبو مجاهد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء بطائرة إيرانية خاصة في مسعى لردم هوة الخلاف التي اتسعت بعد إعلان الفياض براءة ميليشيات الحجد من اتهامات المهندس للولايات المتحدة باستهداف مقرات الميليشيات في الأسابيع الماضية يأتي ذلك بينما أخفق عبد المهدي مجدداً بعقد اجتماع مقرر منذ الأربعاء الماضي لقادة الميليشيات وسط تأكيدات من مصادر داخل ميليشيات الحجد عن أوضاع متشنجة بين قيادات الفصائل المختلفة من جهة وعبد المهدي من جهة أخرى خاصة بعد تحدي ميليشي النجباء قرر الحكومة وإطلاقها النار على طائرة مسيرة للتعالف الدولي جنوب غربي العاصمة بغداد دون أن تصيبها ووفق للمصادر ذاتها فإن فصائل عدة مرتبطة بالحرس الثوري هددت بإعلان حلف جديد خارج إطار ميليشيات الحجد في حال تكردت الهجمات على مقاراتها ولم تقم الحكومة بواجبها في هذا المجال من أبرزها ميليشيات كتائب حزب الله والنجباء والخرساني بينما يبقى الوضع غامضا لموقف ميليشيات أخرى معروفة أيضا بارتباطها بالحرس الثوري وحازت على مناصب في الاتخابات البرلمانية الأخيرة مثل ميليشي العصائب وميليشي بذر التهديدات المتتالية بالرد على الهجمات إن صدقت فإنها قد تكون استهدافا للمصالح الأمريكية في العراق من سفارة وقنصليات وقواعد عسكرية أمر إن حدث فإنه سيقود بلا شك إلى تأجيج الأوضاع في البلاد بكل ما يحمله ذلك من عواقب كارثية اشتركوا في القناة